السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نشوف مؤثر من المؤثرات الجميلة في برنامج اليوم. قال هو ان انا عايز المشهد يبدأ فاضي في الانتيريور ديزان بتاعي. وبعد ذلك تبدأ الحاجات دي تنزل وتظهر معيها واحدة واحدة. طيب هعمل ايه؟ هادخلين في الموفي. تمام؟ وهاجه اضبط للقاميرا. ممكن حتى ابدأ مشهد جديد. اخد لقطة. وممكن تبقى في مكانك او تحرك الكاميرا حاجة بسيطة. مشهد جديد. لقطة كمان. وبعد ذلك هقول له موافق. وهقول له انا عايز مؤثر الانيميشن سكايدروب. تمام؟ بيبدأ بيقول لك اختار العناصر اللي انت عايزها. تمام؟ فانت لازم تتأكد ان انت بختار العناصر صح. انا مثلا الترابيزة ديت اهيت. الترابيزة دي. مقربة لما تيجي هنا يبدأ يديها اللون. بتعرف ان انت بختار صح. تمام؟ ممكن تختار مثلا الترابيزة ديت. وتختار العناصر اللي عليها ديت. تمام؟ اهو. اهو. وممكن مثلا نختار النجفة. خلي بيكون في اكدر منها. طيب انت لازم تختار الحاجة مصبوطة. تمام؟ اهوت. طيب بدل الوقت هقول له موافق. وزي ما انت شايف كل حاجة احنا اخترناها اختفت. بعد كده لما تبدأ تشغل الفيديو بتاعك. لسا نفيش حاجة فيه هم ظهرت. فانت بتقول له بتاع الوقت اللي بتحمل فيه. تمام؟ والاوسيت. هنخليها من اول الفيديو. شايف. الاوسيت هاي ظهرت هيط. الاسباسينج من كل واحدة واحدة ممكن نتكبرها شوية. فتبدأ العناصر كلها تظهر اثناء الفيديو بتاعك اول. بصوا واحدة واحدة كل العناصر ظهرت هيط. الديوريشن مفروض الحاجات دي تاخد كم سانية. هو احنا الفيديو بتاعنا اصلا يعني الصغير خالص. فلازم تبقى حريص ان كل حاجة تنزل قبل ما الفيديو يكون خلصان. الاوسيت ممكن في اول الفيديو خالص. هنخليه في اخره. من اول ما يبدأ الفيديو يبدأ يظهر معنا العناصر كلها. فبتدي مؤثر شكل جميل يعني. حتى نشوف المضادوات لمشهد تاني. ممكن مثلا نخرج برا المشهد يجي هنا ونقل له ريكورد. ونخرج مسلا لقطة اثنين تمام وبعد كده هقول له اوكي وبعد كده هقول له ان انا عايز السكايدروب وتبدأ بقى تختار العناصر اللي انت عايزها. اهو اخترنا الترابيزة ديت واخترنا كرس دوت اخترنا الكرس دوت واخترنا الكرس دوت وبرده ممكن نختار الزارع دوت اهو اقول له اوكي. موسيطة نخلقها من اول فيديو. المدة هنخلقها صغيرة عشان تبدأ تظهر معي. موسيطة نخلقها صغيرة. شكرا